اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم أعزنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صحة وسعادة برنامج صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهرة برنامج صحة وسعادة برنامج يعتني بالأمور الطبية والصحية وهو أيضا إحدى القنوات قنوات التواصل مع هيئة الصحة بدبي فمن لديه أي استفسار أو ملاحظة أو اقتراح أو حتى شكوة فما علي إلا بالاتصال على ستة صفر صفر خمسة خمسة آه واحد أربعة واحد أربعة أو عبر الرسائل النصية أربعة صفر صفر ستة طبعا نحن عوذناكم دائما نبتدي آه حلقتنا بي آه طبعا قبل ما نبتدي خلنا بس آه السريعة اللي منبتدي بها اليوم هيئة الصحة تستمر باحتفالاتها باليوم الوطني وأيضا آه آخر موعد للتأمين الصحي هو واحد وواحد ثلاثين اتناعش الفين وستعاش واليوم نحن آه حلقتنا بتكون عن التأمين الصحي وآه وضيفنا بيكون الدكتور حيدر اليوسف مدير ادارة التموين الصحي بهيئة الصحة في دبي فاللي عنده أي استفسار أو عنده أي ملاحظة ممكن يتواصلوا يانع على الارقام اللي ذكرناها آه قبل قليل ايضا عدنا آه تغريدة غذائية من آه ادارة التغذية السريري بهيئة الصحة في دبي تقول اهمال وجبة الافطار من اهم الاسباب المؤدية الى الافراط في الطعام خلال اليوم وانا اعتقد ان هذا كلام صحيح مئة بالمئة لاني حتى انا احيانا سبحان الله اذا ما تتريق معنات وجبة الغد بتكون واجبة كبيرة نسبيا مقارنة اذا تريقت ايضا من الاخبار الجميلة ايضا اللي منقرالكم اياها اليوم ان شاء الله هل تسبب الهواتف والاجهزة اللوحية قصر النظر المشكلة ان الحين حياتنا كلها معتمدة على التليفونات وعلى الاجهزة اللوحية وانه وكنا نحن متعاوديين قبل انه نقرأ او نشوف الفيديوهات عبر الشاشات الكبيرة اللي هي التليفونات ولكن مع وجود هذه التقنية استويت عندنا مشاكل كثيرة وبسبب انه نحن لازم نركز ونقرب التليفونات بشكل كبير وازديادة الحالات قصر النظر بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة خصوصا عند الاطفال حسب ما اظهرت الدراسات ان هناك عدد كبير من الشباب اللي يقولون نعمارهم عن 25 سنة تقريبا 50 بالمئة منهم يشكون من قصر النظر وايضا ان نصف شباب اوروبا لديهم قصر النظر بسبب استخدامهم او متابعتهم او قراءتهم من خلال الاجهزة اللوحية او الهواتف الجوالة وطبعا قصر النظر يعني انك يمكنك انك كنت تشوف الاشياء القريبة بشكل جيد ولكن الاشياء البعيدة فيها صعوبة انك انت تشوفها ويعني ما ادري انا شو الحل في هذا الموضوع يعني اصبحت هاي من ضرورات الحياة الناس تستخدم هذه الاجهزة بشكل دايم ويعني على الاقل واحد ممكن يحاول يخفف من استخدام اذا بيشوف شيء يرجع للساليب التقليدية اللي هي التلفزيون اعتقد انه افضل للمشاهدة ايضا من الدراسات اللي الموجودة اليوم عندنا ايضا تناول الشوفان في سن المراهقة يقي من سرطان الثدي سرطان الثدي من الاورام الشائعة وقد يكونه من اسباب جينية ولكن في دراسة تقول ان الناس اللي يعني كانوا يتناولون حبوب الشوفان في سن المراهقة يعني قلت نسبة اصابتهم بسرطان الثدي ومن يكثر من تناول حبوب الشوفان في سنوات المراهقة تقل خطورة تعرضه لسرطان الثدي ذلك كانت نتيجة الدراسة التي قدمت او توصلت اليها جامعة هارفورد الامريكية فحبوب الشوفان والمتجات المصنعة من القمح والفواكه والخضروات هي اغذية تحتوي على كميات عالية من المراكبات النباتية المفيدة والتي تقي من الاصابة بالسرطان الثدي يعني الشوفان يعني تقدر تاكله بعد الطرق وهو تقريبا مكتمل يعني فيه اشياء كثيرة جميلة ممكن تاخذها مع الحليب او مع الماي او مع الفواكه المتجففة او بالعسل فايضا يعني جميل ان الواحد يعتمد على الاشياء الصحية في بداية يومه اذا كان ياخذ شوفان في وجبة الافطار ايضا من المواضيع اليوم الديدان امل العلماء في حل لغز الشيخوخة ويطالة العمر كلنا نخاف من الشيخوخة لانها مرتبطة بامراض يعني دايما نحن نربط الامراض بالشيخوخة كل ما كبر الانسان كل ما زادت امراضه ولكن هذا الخوف قد يصبح من الماضي بفضل التجارب التي جريها العلماء على الديدان مؤخرا لطالة عمرها وهو ما قد يساعد على تأخير الشيخوخة لدى الانسان طيب ليش الانسان يشيخ لماذا تترك الاعوام اثارها على اجسادنا مع اننا نحن يعني الجسم يجدد نفسه بنفسه ولكن مع هذا كله الانسان لازم يمرع في مرحلة الشيخوخة يعني بغى ولا ما بغى وطبعا في باحثين امريكيين امريكيين نعم اجروا دراسة على اشخاص بعمر 38 عاما حسب تاريخ ميلادهم لكن الفحص السريري لعمل الكلة والرأتين والكبد وقيم الكريستولور في الدم اظهرت ان اعمارهم البولوجية تراوح بين 28 وال61 يعني ممكن واحد شاب ولكن حالة الصحية ممكن تكون كأنه رجل عجوز وتمكن بعض العلماء من الحصول على احد هذه الاجوبة وذلك من خلال تجارب اجروها على كائن حي لا يخطر على بال احد طبعا هي دودة الاربداء الاصطوانية الرشيقة ولعل اهم ما يميز هذه الدودة هو ان طولها لا يتجاوز عن مليمتر واحد ودورة حياتها تستغرق ثلاث اسابيع فقط واراد الباحثون خلال تجاربهم الوصول الى هدف محدد وهو ايطالة عمر الانسان من خلال تحسين صحة كبار السن على حد اعتبار يعني حسب البحث هذا مثل ما قلنا لكم نحن عدنا موضوعنا اليوم هو التأمين الصحي وانا بقولكم تعريف سريع عن التأمين الصحي يمكن يفيدنا ان شاء الله في باقي الحلقة ان شاء الله التأمين الصحي حسب ما وصلنا هو احد انواع التأمين ضد مخاطر الظروف الصحية لدى الفرد ويشمل تكاليف فحصه وتشخيصه وعلاجه ودعمه النفسي والجسدي كما قد يتضمن تغطية بدل انقطاع العمل لفترة معينة او عجز دائم وهو احد الطرق لايصال الرعاية الصحية للافراد والمجتمعات وتقوم فلسفة التأمين الصحي على مبدأ تجميع وتوزيع المخاطر طبعا اياننا في الاستيديو دكتور حيدر اليوسف مدير ادارة التموين الصحي بهيئة الصحة بدبي ولكن بس يعني خلق قربنا احنا على الفاصل ولكن صباح الخير دكتور صباح النور يا محبوب والله حاليا دكتور موضوع التأمين الصحي يمكنه يعني حديث الساعة والكثير يسأل عنه خصوصا الفترة الماضية وخصوصا ايضا احنا اقتربنا من تاريخ الموعد الاخير اللي هو واحد وثلاثين واثناش دكتور بس لو يلا لو تعطينا نبذة سريعة عن موضوع التأمين الجديد وما هي اشتراطاته نعم طبعا في البداية احبب والشي انهني حكومة وشعب دولة الامارات بمناسبة احتفالات العيد الوطني عادة الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم وعلى الجميع بالصحة والسعادة والامن والامان ودوام التمييز والابتكار طبعا انا بقاطعك الحين المخرج يقولي لا خلنا نكمل خلنا نكمل الموضوع بعد الفاصل ان شاء الله عزائنا المستمعين فاصل ونواصل وياكم ان شاء الله صحة وسعادة مرحبا بكم مجددا اعزائي المستمعين في برنامج صحة وسعادة قبل الفاصل ابتدينا نتكلم عن موضوع التأمين الصحي ولكن الان سوف نستكمل هذا الموضوع معانا الدكتور حيدر اليوسف مدير ادارة التمويل الصحي بهيئة الصحة تيبدبي دكتور نرجع مرة ثانية هل تكلمنا عن التأمين بشكل عام نعم طبعا منظمة الضمان الصحي في امارة تبي تأتي من قانون الضمان الصحي اللي اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد براجد المكتوم في نوفمبر 2013 القانون اللي حدد في اهدافه ضرورة توفير التأمين الصحي لجميع افراد المجتمع وتوفير الامن الصحي لجميع افراد المجتمع وضمان خدمات صحية عالية الجودة للجميع تضمن تنافسية امارة تبي في سعيها الدائم للرقم واحد وجذب الاستثمارات الى القطاع الصحي في الامارة حدد القانون اهمية توفر التأمين الصحي للمواطنين في الامارة وكذلك المقيمين ومن ثم في المرحلة الثالثة للمشروع الزوار القادمين الى امارة تبي بدينا مراحل تنفيذ القانون في سنة 2014 وتم تنفيذ القانون على عدة مراحل كانت المرحلة الاولى هي نهاية سنة 2014 بالنسبة للشركات الكبيرة اللي فيها اكثر من الف موظف منتصف 2015 كانت بالنسبة للشركات اللي فيها اكثر من 100 موظف ومن ثم المرحلة الاخيرة كانت في منتصف 2016 وهي بالنسبة للشركات الصغيرة بالنسبة للافراد المقيمين في الامارة وبالنسبة لفئات كذلك عمالة المنازل المرحلة النهائية انتهت في شهر 6 2016 الغرامات رح تبدأ في شهر نحن لكن الالتزام القانوني على الجميع بدأ اريدي من شهر 6 يعني كان مفروض الناس نعم اريدي احنا اليوم احنا في فترة المهلم اناتا احنا الحين اريدي يعني الشخص اللي هو ما التزام اريدي يعتبر مخالف لكن ما في عليه اي غرامات يعني خلينا فترة 6 شهور لبدء الغرامات للي ما وصل العلم للي نحاول قدر الامكان نزيد الوعي بالموضوع هذا بحيث ان الغرامات رح تبدأ على نهاية الشهر اليهاي وبالتالي ما يكون في فرصة لأي حد انه ما يكون وصل الموضوع مثل ما تعرف الحملة الاعلامية حملة مكثفة بجميع اللغات حتى حين وصلنا للتقالق والمليالم كذلك لان حتى العامل البسيط لازم يعرف حقوقه وواجباته من خلال حقه في الحصول على التغطية التأمينية ومن ثم كذلك واجباته في كيفية التعامل مع التأمين صحيح من هو مسؤول عن توفير التأمين للعامل والمستخدمين في المنازل صحيح صاحب العمل هو المسؤول الاول بالنسبة لغير المواطنين لتوفير التأمين الصحيح يعني القانون وضح دور الحكومة كجهة مسؤولة عن توفير التأمين الصحي بالنسبة للمواطنين في الامارة ومن ثم ذكر ان صاحب العمل هو المسؤول عن توفير التأمين الصحي بالنسبة للافراد سواء صاحب العمل يعني بالنسبة للموظفين لديه بدرجة الاولى في كثير من الحالات نشوف ان اصحاب العمل كذلك يوفرون التأمين الصحيح لأفراد اسرة المقيم وهذا شيء يتشجع عليه الهيئة بشكل كبير ونشوف حوالي 40-50% من التأمين لأفراد الاسرة يأتي من اصحاب العمل اذا لم يوفر صاحب العمل التأمين لأفراد اسرة الموظف تأتي المسؤولية في الحالة هاي على الكفيل الكفيل سواء كفيل عمالة المنازل كفيل بالنسبة لأهله بالنسبة لزوجة اطفاله هو المسؤول عن توفير التأمين الصحي وتضمن الحكومة وهيئة صاحب البيت توفير باقات منافسة لجميع افراد المجتمع يعني اليوم تبدأ باقات التأمين الصحي في الامارة من 550 درهم للشخص سنويا اللي هي باقة منافسة جدا من ناحية السعر وتغطي الاحتياجات الاساسية للشخص نحن نتكلم بخصوص الباقات دكتور بس بغيت اذكر الاخوة المستمعين ان ارقام التواصل هي ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد اربعة واحد اربعة او عبر الرسالة النصية اربعة صفر صفر ستة اه زين نرجع مرة ثانية دكتور اه في عندنا مداخلات فضل السلام عليكم السلام ورحمة الله مين معنا يا عفوا ابو خالد وياك الاخ محمود ابو خالد وياك فيصل من فارس محمود ما موجود اليوم حياك الله صغير انا حبيت والله اشكر الهيئة على كان عندي شكوة بخصوص زوجتي بخصوص التأمين يعني وتواصلت ابني الاسبوع الماضي يا الدكتور حيدر وما شاء الله الجماعة ماذا اغطروا بمشكلة انحلت بغير تشكرهم وزام الله خير والجماعة يعني صراحة والنعم فيهم شكرا شكرا على الرسالة الايجابية هذي شكرا جزيلا صراحة يعني هم خلال يومين حلوا المشكلة وعب الاتصال وتواصلوا اياي والحمد لله كل شيء تمام الحمد لله الحمد لله الحمد لله عندك شيء ثاني اخوي ابو خالد لا لا والله يعني عندي اشكرهم بس شكرا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك نرجع دكتور بخصوص الباقات باقات 550 درهم صحيح لمدة سنة نعم باقات فئة العمالة تبدأ اسعارها من 550 درهم للشخص في السنة تغطي المؤمن عليه لمدة سنة كاملة بالتأمين الصحي الاساسي المتوافق مع القانون والتأمين هذا يغطي زيارة الطبيب التحويل الى الاخصائي العمليات الجراحية باقة الحمل والولادة جميع حالات الطوارئ طبعا الفحوصات الطبية المختبرات الأدوية تغطي جميع الاحتياجات الاساسية للشخص بحيث انه حتى العامل البسيط اليوم اللي راتبه بسيط ما يحتاج انه ياخذ مبلغ من مدخراته من دخله اليومي او الشهري وانه يصرف على العلاج او على الرعاية الصحيح دكتور انا سويت حسبة بسيطة 550 تقسيم 12 شهر طلع الشهر 45 درهم نعم صحيح طيب بس عدنا في مداخلة اه محمد معانا السلام عليكم يا بيت السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا اخي محمد امر تفضل الله يحفظ الله يبارك بس بغيت استفسر احنا موضطين اه في الحكومة والنظام اه عاطينا الزوج والزوجة وثلاثة ابناء نعم الابن الرابع اه احنا عندنا في الحكومة عندنا مجمع عيادات يتكفل بالعلاي سواء داخل عيادة او بتحويل المستشفى الاخرى على نفقة الاية اللي بنشتغل فيها شو الوضع بالنسبة للولد الرابع هذا زين نحن اه خلاص السؤالك اه واضح دكتور زين ناخذ اه ابو سلطان ايضا صباحك الله بالخير صباحك الله بالخير ابو سلطان شكرا على البرنامج هذا انا مداخلتي بسيطة بس استفسار بخصوص الامال المنزلية الامال المنزلية نعم نعم هل ان هاية السنة هاي دازم اصويرهم تأمين صحي او بعد الشي هذا في سؤال ثاني ابو سلطان شكرا جزيلا لك دكتور حيدر نرجع بخصوص محمد قال ان في الولد الرابع نعم طبعا باقات التأمين صحي لموظفي حكومة ادبي اللي من خلال برنامج عناية او برامج الحكومية الاختلفة اللي يتوفر من خلالها حكومة ادبي التأمين لموظفها مرتبط به استحقاقات الموظف من خلال قانون موارد البشرية لحكومة ادبي فالقانون في قانون موارد البشرية ذكر ان جهة العمل من حكومة ادبي توفر التأمين بالنسبة للموظف غير المواطن له ولزوجته واحدة إلى حد ثلاث أطفال غير كذا يجب على الموظف نفسه شراء التأمين للأفراد الحقيقة تغطيتهم في المستشفيات الحكومية هي مش تغطية تأمينية وإنما علاج مدفوع يعني حتى لو احتاج عملية احتاج إلى هذا هو علاج مدفوع وليس تغطية تأمينية وبالتالي يجب على الموظف الحصول على التأمين الصحي أو شراء التأمين الصحي لبقية الأطفال اللي هم مش مشمولين بخصوص بسلطان المهلة بخصوص العمال المجلية مثل ما ذكرنا في بداية اللقاء المهلة انتهت في نهاية شهر 6 2016 نحن في الوقت الضائع الغرامات تبدأ على آخر شهر الغرامات نهاية نعم 1-1 2017 تبدأ الغرامات تكون فعالة لكن أنا دائما أحث الإخوان أنهم ما ينتظرون إلى عملية الغرامة ويبدأ يغطي نفسه ويحمي نفسه مثل ما شفنا الكثير من الحالات التأمين مش فقط حماية للعامل مش فقط حماية للخادم أو الخادمة هو كذلك حماية لصاحب العمل اليوم قانونا صاحب العمل أو رب الأسرة الكفيل مطالب قانونا أنه يعالج الشخص هذا فإذا العامل لا سمح الله أو الخدام وصارت فيها مشكلة صحية ممكن أنه يتكفل بتكلفة العلاج ونشوف الحالات هذه بشكل يومي نشوف مجموعة من الشباب خذوا التأمين وتمت تغطيتهم بشكل كامل الحمد لله في المقابل نشوف حالات شباب يضطرون هم يدفعون مبالغ كبيرة جدا نذكر أخوان المستمعين أنه أرقام التواصل هي ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة أو واحد أربعة أو عبر الرسالة النصية أربعة صفر صفر ستة عيسى في عندنا مداخلة من محمد؟ ألو محمد؟ السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل أخي الله يخليك بس اتصلت قبل كده اتصلت بأكتر من شركة تأمين عشان عايزة أعمل تأمين لذوقتي ولولادي بيسألني عن عمري الزبرة كام وإننا بيسألهم عن الباقة هل هي ب 600 أو 700 يقول لي أقل حاجة للزوجة 3000 فيما فوق والطفلة 2000 فيما فوق فالله يخليك بس عايزة أعرف إسم شركة تأمين تكون في يعني السعر يضوي في حوالي 700 محمد أنت إقامتك دبي؟ دبي يا فندي طيب تسمع الجواب إن شاء الله شكرا جزيلا طبعا ترخص هيئة الصحة في دبي 50 شركة تأمين لتقديم خدمات التأمين الصحي في الإمارة من ضمن الخمسين تسع شركات تتكفل بباقة ذوي الدخل المحدود لكن جميع الشركات الخمسين عندها باقات لأفراد الأسرة بأسعار منافسة إذا طلب الأخ من شركة التأمين الباقة الأساسية التي هي بالطريقة التي وصفتها فيها الهيئة فتبدأ أسعار الباقات حتى بالنسبة لأفراد أسرة المقيم من حوالي 650-700 إذا طلب فيها بعض المزايا الإضافية المزايا تبدأ شركة التأمين تزيد سعر الباقة بما يتناسب مع المزايا الإضافية التي طلبها الشخص الذي يشتري التأمين على سبيل المثال الباقة الأساسية هي باقة نسميها GP gatekeeper يعني تعطيك العلاج لدى طبيب العائلة ومن ثم إذا احتاج المريض إلى أنه يشوفه خصائي يصير تحويل من طبيب العائلة إلى الطبيب المختص إذا شلت خاصية التحويل خاصية التحويل تستفيد من قدرة وقوة طب العائلة في علاج الغالبية العظمى من الأمراض والتحويل فقط في حالة ضرورة يبدأ يزيد مستوى المخاطر عن شركة التأمين أن الشخص هذا على طول يرح يشوف الأخصائي ويقعد يتنطط من تخصص إلى تخصص بدون الضابط هذا اللي يعمل على عملية السيطرة على الإنفاق وبالتالي تكلفة الباقة فلما تطلب من شركة التأمين تشيل الضوابط تبدأ تتغير أسعار الباقات وتبدأ ترتفع الأسعار يعني كل باقائلها مميزاتها والأسعارها طبعا الدزاين اللي عملتها للباقة الأساسية حاول أن يعمل موازنة شديدة ما بين شيين هو قدرة المريض الحصول على العلاج والأكسس تو كير اللي نسميه أو الوصول إلى الخدمة الصحية مقابل التكلفة أنت تعمل موازنة ما بين الاثنين بحيث أن يكون فيه وصول جيد للخدمات الصحية من غير ما يكون فيه تأثير كبير على التكلفة أخوي عيسى السلام عليكم مرحبو عيسى تفضل الله يسلم السلام رحمة الله يارب تكلم على الباقة يعني أنا عندي أولادي وزوجتي شويت لهم مقامات أه ست أكثر من شركة على أساس أننا أسوي التأمين الصحي أه زوجتي حامل ترى أه يقول لي لا جبنا فحص لنا حامل وإذا هاي حامل معناته أن الباقة مالة فوق عطلنا سعر ثلاث تلاف وشي سعر خمس تلاف وشي سعر عشر ثلاث يعني هاي المبالغ يعني بالنسبة لي أنا مثلا كثير يعني توبته أنا مثلا خمس ثلاث حق التأمين يعني هاي بالنسبة موضوع الحرمون لما تكون نزيل في عندك شي ثاني بوعيسى في عندك شيء بوعيسى لأنه عنده اتصال أيضا آخر في شيء شكرا جزيلا هذا السسار وشولبه ممكن أي شركة تغطينا في إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله بس مين معاينا الحين ألا ألو السلام عليكم مين معاي عفوا عليكم السلام أبو محمد أبو محمد فضل إبو محمد أنا شتغل في شركة شركة حكومية وبيعملوني تعمين فغطينا يعني إحنا ما مغطي يعني بندفع بخصومينا حق الأولاد وأنا عنده ولدين والزوجة نعم فهل الشركة ملزمة إنا تتغطينا إحنا ولا حسب الغانوني ما سمعت يعني بس بس بها بتوضيح ذكرت أنت في بداية الحديث أخوي فارس التأمين هو عملية الحماية ضد المخاطر المستقبلية المحتملة 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 يعني أنت ليش تأمن موترك أنت يوم تأمن موترك الموتر ما في حادث هو موتر سليم لكن أنت تأمن لأن لاحتمالية وقوع حادث مثل سيارات السباق هاي والسريع احتمالية أن تسوي حوادث أكثر نعم لكن مثلا إذا الموتر وردي في حادث ما تقدر تروح لشركة التأمين يقول الأمنوري بدفاق فالتأمين يغطي الأفراد من مخاطر صحية محتملة بما فيها الحمل وتكلفة باقة الحمل والولاد فاليوم الأخ اللي يتكلم بوعيسة بوعيسة اليوم إذا ما كان عنده تأمين فبي موعد ولاد الزوجة بيوديها وبيدفع باقة الحمل اليوم أقل باقة موجودة في السوق بالنسبة للحمل والولاد 7000 درهم فهو إذا دفع تأمين 5000 درهم أو 7000 درهم فهي يغطي فيها التكلفة يعني بوعيسة لو بمسوي تأمين قبل ما تكون قبل كان مغطا كان مغطا نعم لأنه يصير في ضمن يسمون الرسك بول اللي هو عدد النساء في عمر الولاد في إمارة دبيكة كل فهو يصير الرسك مثلا احتمالية حصول الحمل عند زوجته فلنفرض 10% لكن الحين الاحتمالية أصبحت 100% زين طيب منجاوب عن أبو محمد بعد الفاصل أعزائي المستمعين فاصل ونواصل وياكم إن شاء الله صحة وسعادة أعزائي المستمعين أسعد الله صباحكم بكل خير عدنا مجددا في برنامجكم اليومي برنامج صحة وسعادة دكتور أنا عندي أربع مكالمات من حاول ناخذهم على السريع أول واحد جاسم جاسم صباح الخير صباح النور وسرور يا مرحبا بسرعة الله يخليك لن عندي ثلاثة يترايون الحين وراك الله يبارك فيك بس أسأل الدكتور قلت الدكتور بغيت أنا النظام وائد وزين التأمين بس ليش ما فرضه وأنه مع رسوم التجديد حق الخدم مثلا الخدم اليوم تبقى تسمي له تأمين أتيك بعد خلاص أنا بسافر يعني ادفاعك وكذا فليش ما يكون ما حتى جديد أفضل هذي الافتراح اللي أنا اكتب في شيء ثاني يا أخوي جاسم يزاك شكرا جزيلا من معايا أبو خليفة صباح الخير أم خليفة أم خليفة صباح الخير سنرفش يا مرحبا بتش تفضلي أخوي عندي سؤال نزال فضلك أنا بشكرتي باقي لها شهر هل بي أسوي لها بعد تأمين أنزين سحي السؤال الثاني لأبناء المواطنات ما معطينهم بطاقة السعادة يعني في مجال بعدين يحصلون يا ابناء المواطنات بطاقة السعادة إن شاء الله تسمعي الجواب بعد إن شاء الله شكرا يا مرحب مين مع نويا عزت أتفضلي عزت صباحكم الله بالخير صباحك الله بنور والسرور لو سمحت أنا عندي شركة فهر عملية بين ممكن أحصل الباقة الأساسية اللي حكيتوا عنها الباقة الأساسية إن شاء الله نحن نمذكر اسموها الشئركات بعد قليل إن شاء الله شكرا جزيلا طيب نرجع موضوع جاسم هل ممكن الواحد يسترد قيمة تأمين صحيح التأمين يمكن استرداده بعد الغاء الفيزا بنسبة للعامل أحيانا مثلا أو تطلبون خروجه يبثبات خروج الدولة لا 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 ما في داعي لأثبات خروج بس مع كنسلت الإقامة عقب ما يكنسل إقامة في فترة 30 يوم العامل ممكن يكون موجود فيها في البلاد فمع الكنسلة بس يبلغ شركة التأمين أنه تم الإلغاء يبعث لهم الإفدنس الإلغاء وبالتالي يتكنسل التأمين أوتوماتيكيا في خلال 30 يوم ويسترجع باجي المبلغ من شركة التأمين وهذا بالنسبة لأن التأمين الغرض منها الحماية حتى لو مثلا الخادمة باجي لها شهر أو شهرين ممكن في الفترة تحتاج إلى العلاج وبالتالي الحماية مدام الشخص موجود داخل الدولة حتى لو كانت فترة قصيرة يجب تقضيها بو أحمد بو محمد ذكر أنه يشتغل في شركة وأن تأمين الشركة بس عطت أنه مبعطة عياله نعم الالتزام القانوني على صاحب العمل هو توفير التأمين للموظف فقط لكن تشجع الهيئة دائما أصحاب العمل لأنهم يوفرون التأمين لأفراد الإسرة النقطة هاي دائما تطرح ويمكن كثير من الناس يقولك طيب ليش أنتم ما ألزمتوا صاحب العمل أن يوفر التأمين لأفراد الإسرة مهم وهذه نقطة وايد حساسة ومهمة إحنا دائما ننظر إلى الأبعاد الاجتماعية للقرارات الصحية والقرارات التي تتخذها للحكومة نبحث فيها بعمق في الموضوع هذا بالذات تلاحظ أن إمارة دبي بالذات فيها عدد كبير من الشركات الصغيرة اللي بالنسبة لها المبلغ هذا مبلغ مؤثر فإذا أنا اليوم بوظف شخص عنده زوجه وثلاث أبناء بدفع مثلا فلنفر 3000 درهم لتأمين الأسرة في مقابل إذا بوظف موظف بروحه سنجل بدفع عليه 700 أو 600 درهم أو 550 درهم فتبدأ الشركات تختار الأفراد عن الأسر فيعمل أثر على النسيج الاجتماعي للسكان وبالتالي إذا كان رب الأسرة قادر أنه يجيب أسرة معاه إلى إمارة دبي دائما تضمن الحكومة توفير باقات منافذة لكن ما أنا بنعطيهم أم خليفة تسأل عن باقي شهر عن تنتهي قامة نعم مثل ما ذكر إذا إذا بتخلص إذا بتخلص لشهر أصلاح ترى ممكن يجدد لها بعد ففي الحال هاي تستمر الباقة إذا كنسلت لها مع أوراق الكنسلت تسترد باقي مخصوص أبناء المواطنين نعم بالنسبة طبعا برنامج سعاد هي المرحلة الأولى تمت المرحلة الأخرى قادمة إن شاء الله تعالى وقيد الإجراءات عيسى في عندنا اتصالات مين معانا ألو ألو مرحبا أهي أمين السلام عليكم محمد تفضل سؤالك بعد ذلك ألو ألو نعم تفضل يا محمد سؤالك عبدالله معكم عبدالله عبدالله تفضل ناسف يا عبدالله أول شيء السلام عليكم عليكم السلام يا خير يعطيكم العافية هذه المواضيع ممتازة جدا تش بغيت أسأل قال عمرك الموضوع الخدم نعم الخدم الخدم لما تجيب الخدم هو يتوديه للفحص الطبي هنا نعم ويغضم وكذا وكذا ويغضم أضافي تلاثمئة درهم للبطاقة الصحية فالآن في حال ما اللي بيكون عليه بتأمن عليه هل بعد لاتل تتعرسوم تلاثمئة درهم للبطاقة الصحية عندك شيء سؤال ثاني يا أخي عبد الله شكرا جزيلا في عندنا حد ثاني بعد ناخذة بس السريع مرحبا السلام عليكم مين معي ابو محمد معاك السلام عليكم بو محمد فضل يا بو محمد سؤالك عندي سؤالين بس سريعات الله وشيرا عندي خدامة يا يحمل اسبوعين اسبوعين وانا كنت شوين مفتاحي مسوي حملية تركي هل 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 مشتاج فالشي بعد ما سوتنا فاحص طبي نعم فإن شاء الله على آخر إحنا بعد يومين إن شاء الله بعد الإجادة سوله فاحص طبي ثاني الشي بقول لكم ليش ما تحطون التعميل مع الخدم الهوية ما لاتل بعد نسمع دكتور حيدر شكرا شكرا أبو محمد شكرا دكتور حيدر بس لو نرجع لأسماء الشركات اللي توفر خدمات الخد اللي هي الأساسية اللي مثل حق خدم المنازل الباقة الأساسية اليوم في إمارة تباية في تسع شركات توفر الباقة الأساسية الشركات هاي شركة عمان للتأمين شركة أرب أورين شركة متلايف أليكو أكسا للتأمين دار التكافل تكافر الإمارات تأمين راس الخيمة نجي آي وضمان التسع شركات هاي متنوعة في منها شركات دولية في منها شركات محلية في شركات يعني عندنا تشكيلة طيبة من شركات كلها توفر الباقة المتوافقة مع القانون بالنسبة لفئة العمالة وتتراوح أسعار الباقات في الشركات هاي بين 550 إلى 650 درهم وفي اختلافات طفيفة في الباقات هاي بعض الشركات توفر مزايا أكثر وتعطي سعر أعلى وبعضها مزايا اللي هم متوافقة مع القانون تماما وسعرها يكون أقل بس بنقرأ المساجات بالنسبة للتأمين الصحي للخدامات لاحظت أن شركات التأمين تشترط في الحالات الطارية عدم علاج الخادم في المستشفيات الخاصة وعلى الكفيل أخذها فقط للمستشفيات التابعة لهاية الصحة في دبي وهذا بينطبق على الباقات التي لا تتعدى رسومها 600 درهم أما إذا أردت علاج الحالات الطارية في المستشفيات الخاصة فإن رسومها تتعدى 1500 درهم هذا من بوعبد الله نعم النقطة هذه نقطة مهمة فيه انفرق ما بين شيين انفرق ما بين شي اسمه شبكة مقدمي الخدمات يعني لما تشتري أنت باقة تأمينية خصوصا باقة العمالة بتلاحظ أن فيها شبكة محددة من مقدمي الخدمات بيقول لك المستشفيات الفلانية العيادات الفلانية هي شبكة محدودة عند توقيع الاتفاقية الشبكة هاي دائما أنت يجب أنك تلتزم بها في حالة العلاج غير الطارة في حالة العلاج الطاري اليوم مثلا لا سمح الله خدامة يتهى جلطة يتهى حادث صار كذا أنت بتوديها إلى أجرب مستشفى أنت موجود فيه بغض النظر عن هذا مستشفى كونه حكومي خاص غالي رخيص القانون يلزم شركة التأمين أنها تتحمل تكلفة التغطية في الحالات الطارية في أي مستشفى إذا كانت الحالة فعلا طارئة وكان هذا فعلا أجرب مستشفى وكان لازم أن الشخص يروح للمستشفى هذا التأمين القانون يلزم شركة التأمين بتغطية العلاج وتقدر شركة التأمين بعد انتهاء مرحلة الخطر وأصبح المريض مستقر كلينيكيا وصحيا أنه تنقله إلى مستشفى آخر ضمن الشبكة اللي تكلمنا عنها في البداية رجاء التوضيح أين التقديم وتسجيل بالنسبة للتأمين الصحي للعمال المنزلية أنا مقيم في دبي وشكرا أخوكم أبو خالد طبعا أنت ذكرت قبل شوى دكتور ذكرنا الشركات إذا يطرع للموقع الإلكتروني للهيئة سواء dha.gov.ae أو الموقع الإلكتروني للضمان الصحي اللي هو www.ishad.ae فيهم أسامي الشركات أرقام التواصل معاها كلها موجودة في الموقع الإلكتروني طيب الله يعطيكم العافية كيف نأخذ التأمين وين مكان شركة شركات التأمين وليش ما يكونون مربوطين بالهوية أو التأشير أتوقع أن أبو محمد ذكر موضوع الهوية أيضا حاصل تنسيق كبير حاليا سواء مع مكاتب الطباعة مع الدوائر الاقتصادية مع الإقامة وشؤون الأجانب بحيث أن شركات التأمين تكون متواجدة في كل الأماكن هاي وتقدم باقاتها للأفراد بحيث أنها مع إجراءات الهوية أو مع إجراءات الفيزا كذلك يعمل إجراءات التأمين الكثير من الشركات هاي كذلك عندها online product تدخل فقط على الموقع الإلكتروني من خلال موقع الإلكتروني تكمل إجراءاتك كلها وتقدر تشتري الباقة online وغير ما تتحرك بيزا يعني دكتور يعني ممكن الحين بلازم يكون عندي البطاقة من الشركة التأمين فقط أني أنا هذا كخطة مستقبلية هذا جاري العمل مع جميع الشركات بحيث أن يتم تفعيل بطاقة الهوية على بداية السنة إن شاء الله تعالى فمن بداية السنة سواء عنده بطاقة أو لا عنده بطاقة هو بطاقة الهوية بالنسبة للعامل أو بالنسبة لأي شخص مؤمن في إمارة الدبي تعوض عن بطاقة التأمين الصحي طيب في أيضا السلام عليكم ورحمة الله متى آخر فرصة للتأمين الفرد لأفراد أسرته أخوكم أيمن نعم مثل ذكرنا أن الآخر فرصة كانت شهر ستة الآن نحن في الوقت الضائع لكن الغرامات تبدأ نهاية الشهر اليائي في سؤال كان ذكر الأخ بالنسبة لـ 300 درهم للبطاقة الصحية البطاقة الصحية سلام كالله أخوي هي بطاقة خصم تعطي الشخص اللي ياخذها خصم في المستشفيات الحكومية وهي ليست بطاقة تأمين أو بطاقة تغطية تأمينية البطاقة هاي اللي هي 300 درهم هي بطاقة اختيارية يختار الشخص أنه ياخذها لكن هي مش تأمين صحي يعني مثلا إذا اليوم احتاج العامل فلنفرض عملية جيمة 50 ألف درهم ممكن تنخصم 49 ألف درهم لكن هي ما تغطي كتأمين تغطية صحية كاملة فهو مش يعني ملازم أن ياخذ البطاقة هاي لكن هو قانونا ملزم من يشتري تأمين الصحي طبعا بس نذكر لأخوان المستمعين بأرقام التواصل 600 551414 أو عبر الرسائل النصية 4006 ضيب دكتور أنا مثلا لو في واحد عند عائلة مكونة من 10 أفخرات وصعب أن يقدر يدفع لشركة تأمين يعني مرة وحدة فهل هناك في مثلا تسهيلات أو ممكن يقدمون الأقصاد مثلا يقصدون المبالغ هذي صحيح الشركات خصوصا بالنسبة لما يسمى بال group policies ال group ممكن تكون شركة صغيرة شركة كبيرة عدد من الناس دايما لما يكون المستفيد من التأمين والدافع للتأمين عدد من الناس ممكن تحصل آليات معينة لتقصيط المبالغ سواء على أربع دفعات أو على أكثر من أربع دفعات أو دفعتين حسب شركة التأمين والشخص وهذا شيء حاصل نذكر بس بسماء شركات دكتور عيش أن الناس تتواصلوا إياها نحن نتكلم الآن عن هناك خمسين شركة تقدم التأمين الصحي في إمارة دبي ولكن تسع شركات فقط هي اللي تقدم الباقة الأساسية صحيح الخمسين شركة كلهم سلام كالله تقدر تقدم الباقة الأساسية التسع يختصن بالباقة الأساسية لفئة ذوي الدخل المحدود من فئة ذوي الدخل المحدود الموظفين اللي تقل رواتبهم عن أربع تالاف درهم سواء كانوا موظفين في شركات أو موظفين في المنازل إذا قلت رواتبهم عن أربع تالاف درهم يجب الحصول على التأمين من واحدة من التسع شركات هاي اللي هي تختص بتقديم الباقة الأساسية لفئة ذوي الدخل المحدود أما بالنسبة لأفراد أسرة المقيم على سبيل المثال بتلاحظ سواء التسع هاي كلها توفر لك باقات منافسة لكن حتى من غيرها من الشركات الأخرى الواحدة واربعين شركة ثانية كذلك توفر باقات جيدة لأفراد زين لو أنا عندي إقامة من إمارة أخرى هل ممكن أخذ يعني تأمين صحي من الشركات هذه اللي موجودة نعم كثير من الشركات كذلك توفر التأمين للمستفيدين من الإمارات الأخرى لكن مشكلة للشركات الشركات التسع هاي ملزمة قانونا بتأمين أي شخص يروح لها في إمارة دبي يعني اليوم أي شخص يقام تصادره من إمارة دبي راتب أقل من أربعة آلاف درهم لو كان عمره سبعين سنة لو كان شو ما كانت حالة الصحية هي مجبرة قانونا أنها توفر للتأمين الصحي بالمبلغ هذا اللي هو هي التزمت فيه مع هيئة الصحية في دبي في مداخلة عيسى من سالم سالم صباح الخير أنا صباح نور يا مرحبا بك سؤالك بعد ذنك بخير الحمد لله الله يحفظك سؤالي الله يبارك فيك للدكتور بس إذا كنت مثلا أنا عندي عائلة مثلا زوجتي بافدة وحبيت أي مثلا لوق الإقامة سويت لإقامة لأمها ولأبوها راضي يحق لي أن أسوي لهم تأمين ولا لا يعني بيكون عندهم إقامة دائمة أوكي إقامة دائمة في الدولة أوكي أسوي لهم تأمين وضح السؤال تفضل دكتور بالنسبة للتأمين لكبار السن وخصوصا فئة الأباء والأمهات سواء بالنسبة للمواطنين اللي هم موجودين في الدولة إذا نتزوج غير مواطن وعنده والدها أو والدته غير مواطنين أو حتى بالنسبة للمقيمين كثير من الموظفين أو اللي يحاب النأيب والد ووالدته ويكونون موجودين هنا في الإمارة في شركات التأمين توفر لهم باقات منافسة جدا تبدأ أسعارها من 2500 درهم للشخص في السنة يستفيد منها أي شخص في الفئة هذه وفي باقات بحوالي 4000 في 4500 في 9000 يعني في رينج كثير لكن تبدأ الباقات أسعارها هاي من حوالي 2500 درهم وهو مش يقدر يوفر للتأمين هو يجب أن يوفر لهم التأمين لأن خصوصا الفئة العمرية بالتأكيد راح يكون له احتياجات صحية فوجود التأمين يحمي كذلك الشخص كبير السن في حالة احتياجه للعلاج الصحي أنه يجب أن يكون مغطب التأمين دكتور أنا أتكلم شوي عن الباقات الأعلى شوي اللي مثلا واحد مثلا يشتغل وصيب مثلا أو كذا والآن هو غير قادر على إعالة عائلته هل فيناك ممكن شركات تأمين تعظيم مثلا راتب لما يشفى أو يعني بدل عاقة أو شيء من هذا نعم اللي ذكرته سلام كالله اللي هو يسمى تأمين ضد المخاطر التأمين الصحي يشمل العلاج للشخص يعني اليوم أنت صارت لك حالة صحية معينة التأمين يضمن لك عملية العلاج لكن إذا مثلا توقف عن العمل إذا خسر وظيفته إذا صارت لتبعات أخرى نتيجة المرض هذا ما يدخل تحت بند التأمين الصحي وإنما هي أنواع أخرى من التأمين توفرها كثير من شركات التأمين الموجودة أحيانا يسمى بتأمين العجز أو تأمين المخاطر أو تأمين لحل الحياة أنواع أخرى مثل لعبة كرة يأمن ريل نعم بالتأكيد في أنواع أخرى من التأمين سواء تأمين العادي أو تأمين التكافل اللي توفرها الشركات الموجودة للأفراد في الإمارة سواء مواطنين أو مقيمين كذلك أحيانا كثير أصحاب العمل يوفرون كذلك هالنوع من التأمين وتعتبر من ضمن المزايا الوظيفية اللي ممكن ما تدخل مباشرة تحت بند التأمين الصحي طيب دكتور الآن بس نحن ما بقي غير عندنا دقيقتين فبس نبغي نذكر السادة المستمعين بأسماء الشركات اللي تقدم الباقة الأساسية لذوي الدخل المحدود صح هي تسع شركات توفر الباقة الأساسية لذوي الدخل المحدود وهي شركة عمان للتأمين أرب أورينت دار التكافل تكافل الإمارات أكسا أليكو راس الخيمة نجي آي وضمان كذلك يمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة أو الموقع الإلكتروني للضمان الصحي اللي هو www.isahd.ae والحصول على قائمة بجميع الشركات الخمسين المرخصة في الإمارة مع أرقام التواصل معها وكذلك من نفس الموقع الإلكتروني ممكن يضخل على شيء اسمه اسعاد كوميونيتي اسعاد كوميونيتي نعم واللي هو من خلالها كذلك ممكن ينظر إلى الكثير من الباقات اللي تعرضها شركات التأمين على موقع الهيئة عندي دقيقة واحدة كلمة أخيرة دكتور كلمة أخيرة دائما نقول في النهاية أن التأمين هو حماية للجميع حماية لرب العمل حماية للمكفول حماية للموظف حماية لأفراد الأسرة دائما يين سؤالي أنا دخلي قليل ووضعي صعب وهل كيف ما أقدر أتحمل أن أشتري التأمين دائما الشخص هذا يفكر لا سمح الله إذا أحد أفراد أسرته كان في حاجة إلى علاج مكلف وإلى عملية كبيرة هذه بتكون مدمرة أكثر للأسرة من أقصاد التأمين اللي هي جدا أسعارها منافسة وموجودة في النهاية لحماية الجميع اليوم ما نفكر قبل أن نأمن السيارة نعرف أن التأمين السيارة أصبح شيء ثقافة أساسية الزامية موجودة إذا تذكر لأيام ما أدري كم عمرك فيصل أيام تم الزامية تأمين السيارة في البداية كذلك كان في مجموعة يعني الناس ليش وجدوا هذا اليوم خلاص أصبح شيء طبيعي أنت تأمن يعني لأن الناس أدركت أهمية الموضوع هذا كذلك تأمين الصحي اللي هو بالتأكيد يختص بالحياة ما أدري والأكل التمويل الصحي بهية الصحة بدبي شكرا جزيلا لك أعزائنا المستمعين نشكركم على المتابعة وإن شاء الله حلقات قادمة ودمتم بصحة وسعادة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي